أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند الأهلي نشوف السوشيال ميديا كتبت عن الأهلي خلال الساعات الأخيرة وأول حاجة معي حساب في الجول الحساب الرسمي في الجول على تويتر قالوا لا تغيير في معسكر الأهلي رغم أزمة التأشيرات المسؤولين في الأهلي يعملون الآن على نهاية إجراءات الحصول على التأشيرات في السفارة الهولندية والعقبة الوحيدة الآن هي الحصول على تأشيرات الشنجن لدخول الدول الاتحاد الأوروبي والخاصة ببعض اللعبين الشباب وفي حال تعزر استخراجها فقد يتخلف بعضهم عن السفر دي بعض الأخبار المتعلقة بمعسكر هولندا وبالتأكيد مع نزول الفريق للتدريبات هنعرف كل الأمور الإدارية الخاصة بسفر الفريق لهذا المعسكر الوطن سبورت أيضا توجهت بسؤال إلى مسؤولي الشركة المسؤولة عن إقامة المعسكر وقالوا هل تتسبب التأشيرات في إلغاء معسكر الأهلي بهولندا الشركة المنظمة تجيب أجابت وقالت ننصق بشكل يومي مع الأهلي بشأن تفاصيل المعسكر وجرى إنهاء حجزات السفر والإقامة والأهلي حاليا ينهي التأشيرات على العكس ما تردد بوجود أزمة في استخراجها الأهلي منذ ثلاث سنوات استخرج تأشيرات معسكر إسبانيا في 48 ساعة فقط والأهلي سيكرر الأمر لمعسكر هولندا دون أدنى مشكلة وكل ما يثار غير صحيح على الإطلاق عمر نائل المسؤول عن الشركة المنظمة للمعسكر قال إن الكابتن سامير عبد لمدير العلاقات العامة بالنادي يتواجد حاليا في السفارة الهولندية من أجل استخراج تأشيرات سفر بأسة الأهلي استعدادا للسفر لهولندا منتصف شهر 9 هنشوف خلال الفترة الجاية إن شاء الله القيمة اللي هيتم اختيارها من قبل الجهاز الفني واللي هتسافر إلى هولندا لخوض معسكر الإعداد الوطن سبورت ومن خلال حسابها أيضا على تويتر نشره إن الأهلي يقرر عودة 3 لعبين من الإعارة قبل انطلاق المسلم الجديد هنا الكلام على محمد مغربي واتكلمنا مبارح على عودة مغربي وهو محترف في نادي التباستي أتشيكي كمان فيه كلام على عودة أحمد رمضان بكهم ومحمد شكري اللي كانوا بيلعبوا فيه صفوف سموحة طيب حساب اليوم السابع بيتكلموا على الأهلي يفضل عودة محمد مغربي عن ضم صفقة دفاعية الصيف الحالي برح اتكلمت باستفادة على فكرة عودة مغربي وإزاي اتخذ القرار وكمان أكدنا على إن محمد مغربي لم يدلي بأي تصريحات لأن إحدى البرامج كده أو أحد الزملاء كان قال تصريحات على لسان محمد مغربي نفيناها شكلا وموضوعا محمد مغربي لم يدلي بأي تصريحات ولم يعلق على مسألة عودته لأن قرار عودته هو قرار النادي الأهلي طبقا للإجراءات التعاقدية اللي تمت ما بين الأهلي والأندية التشيكية اللي تم يعني عارض عدد من لعب الأهلي في قطاع الناشئين في الفترة السابقة وبالتالي محمد مغربي إن شاء الله هتكون صفقة مهمة جدا كعائد للنادي الأهلي وكلنا عارفين لما شارك مع الأهلي في أول مباراة في كأس العالم للأندية في غياب اللاعبين الدوليين لعبت الأهلي كان بتلعب في المنتخب والأهلي كان بيلعب كأس عالم أندية وقدر مغربي يظهر بشكل جيد لولا الإصابة كان ممكن يكمل مع الأهلي المباراة الثانية والثالثة حتى ختام البطولة حساب المصر الرياضي وحساب المصر الرياضي أيضا على تويتر كتبوا أن الأهلي يحسم مصير عبد الحفيظ وأمصان في الجهاز الفني الجديد استمراء الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكورة والكابتن سامي أمصان المدرب المساعد بالإضافة إلى عودة ميشيل ينكن لتولي تدريب حراس المرمى في التشكيل الجديد للجهاز الفني ننتظر ونرى وقت إعلان الجهاز الفني الذي سيقود الأهلي ستتحدد ملامح كل أفراد الجهاز المعاون بدءا من مدير الكورة حتى مدرب حراس المرمى لكن الفترة الأخيرة كانت في اجتماعات حضرها الكابتن سيد وحضرها الكابتن سامي ويكيد فيه برنامج للموسم القادم مع المدير الفني اللي هتولى المسؤولية خلال الساعات القليلة القادمة طيب ريكاردو سوارش وده أبرز حاجة كانت موجودة في السوشيال ميديا في الساعات الأخيرة كلنا شفنا بعض الفابراكة اللي كانت موجودة في السوشيال ميديا وتصرحات غير صحيحة ومفابراكة لريكاردو سوارش بارح سوارش من خلال صفحته الرسمية على الفيسبوك كتب بوست ضمكوا على الشاشة وقال سلطة أكبر نادي إفريقي نادي القرن أحد أشهر الأندية في العالم إنه النادي الأهلي العمل اللي يزيقمنا به بهذه الطريقة المكثفة العاطفية وبكل تفاني وفي مثل هذا الوقت القصير يترك الجميع دون استثناء يشعرون إنهم آموا بواجبهم مع هذا النادي العنلاق يعيش على الألقاب أضاف كمان سوارش قال إلا إنني ما زلت أعتبر أن النجاح هو الطريقة التي عمل بها كل من يعمل في النادي من مختلف الأقسام الذين قرسوا أنفسهم للعمل على الرغم من كل العقبات وقد قرمنا قميص النادي شكرا لكم جميعا النجاح هو أيضا العائلة المكونة من جميع الرجال الذين شكلوا الفريق من الأكثر خبرة إلى أصغر الرجال العظماء الذين أسعدوني بالعمل معهم ولكن بشكل خاص هؤلاء الشباب الذين سعدتهم في بدايتهم وأريد أن أصفهم بالشجعان لأن ما فعلوا في كل جلسة تدريبية وما فعلوا في المباريات يكشف مدى احترافياتهم ويجب أن يسعد الأهل بامتلاك مجموعة قوية من الرجال نحن لو ننفس بالبطولات ولكننا فوزنا بالاحترام والاحتراف والاحتراف بأننا قدمنا كل شيء للأهلي أتمنى التوفيق للنادي وأراكم يوما ما الكلام عظيم ما ينفعش على عليه الكلام معبر بشكل واضح وصريح أخرج إلى فصل وبعد الفصل نستكمل مع بعض بقى فقرات برنامج التريند